ماكو مشكلة يعني؟ لا انا اش مدريني يعني هي مفاجأة كبيرة ايجي جندي قال اتا عدنان قلت له ايه اتفضلوا بيها انا كوري دورات ومعرف ايش دخلنا بورفة المرافقين مدير الاشي يسموه مو احمد حشين يعني رئيس الديوان؟ رئيس الديوان مكتب رئيس الديوان؟ ايه وقعدنا كلهم اعرفهم ونكات وضحك ومعرف ايش واذا قام دخل في الباب صغير وطلع قال اتفضل دكتور اتفضل بعد وين يعني شكوا بعد يعني والله اهم ما خطر بالي ابدا ان هذا رئيس الجمهورية ففتحت الباب شوية باواعي شفت صدام حسين قبالي انا من الصورة مالا قصرقا انفعل زينة شو والله ظليت سمر يمكن نص دقيقة بالباب ما هو الرجل قال؟ تفضل عدنان وإلى أن أنا طلع التقاعد هو يصيح لي عدنان تفضل والله فتحت الباب وفتت قام إلى نص الغرفة حظني هالشكل وفد لقاء يجنن بشرف تفضل لقاء عندك كرسيين نشكل يم الميز مالا أقعد دق جرس جيبونا قهوة جاوة وقهوة دق جرس جيبونا المصور أخذ صور واي يعني ما احتفي بيك؟ ماكو مشكلة يعني؟ لا أنا شمدريني يعني هي مفاجأة كبيرة يعني أنا ما أتوقع أشوف رئيس جمهورية ما تقولي أنا منه حتى شوف رئيس جمهورية قال أمك شون ربو مالها؟ عجيب قلت هذا منين يا رب؟ عبير شون عبير؟ عبير كان أمرها الشهرين عبير بنتك الله يحفظه قلت الحمد لله سيدي جاءنا بيت أهلها زوجتي هو يحشيها شكلة عبير بنتك لأفوان؟ عبير بنتك يريدي هديني شوية إلى أن أنا استقريت فعلا قام قاعد أمك هنا قال لسه أحشيلي على شغلك قلت له والله أنا لا جابوني من الشارع أولا أنا أعتذر على لابس ملابس عمل عمل وقلها زيان وفدهوسة قال الرجال مو بهدومها قلت لش يسوي قلم وورقة ما عندي قال لي لا تعال يم الميز مالا وقفت طاني ورقة وقلم أنا بس رسم الدجلة وخليت عليه المشاريع وانتهت طلاقت يعني عجيت لش كان عندنا وش دين سوي وش راح يصير وشن المطلوب؟ اي ثلث شاحة بالضبط خلصيت قال لي بارك الله بيك هالسا أثبتت لكل اللي حيشوه عنك صحيح استريح قاتلها خمينة قاعد قاعدت أم قام يسولف تسى وين محرف إيش قال لي عندك بيت قلت له لا عندك قاعد عندك قاعد قلت له هدي قاعد سيدي بس ما عندي ما عرفها لاحة الخريطة ولاحة القاعدة ما شايفها وين قال ليش ما تبناها لأن هذا شتعش هو 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 رئيس جمهورية قلت له اللي بقلبي قلت له هذه البنائرات اللي تفروا وشول ومراقبة و وأنا ما شوف أهلي أروح أبني بيت وهذا السبب فعلا أنت لو أنت ما كان عندك فلوس مثل ما أنا بحق لي أنا ما عندك كان عندك فلوس لا بس ما قلت له ما عندك فلوس أبدا اللي قلت له اللي بده ما قال لا لا تسمي مهندس هو يأخذ الشغل كل حال حال حدقة دون التأثير حال إنتاج جيتك قلت له هسا أقول لك قال لا فكر وقل لي فأنا بوقت اختاريت المركز القومي للهندسة الاستشارية الاستشارات الهندسية الاستشارات الهندسية اي دائرة حكومية هاي اي 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 قال هذا وبارك الله بيك واشكرك ومعرف شنو نفس نفس هذا هم هم أظن يشكيل ومش خطوطين ويايا ورجع أنا طلعت مين يعرف الوضع وضع والدك إنه الرب وما يبدو هو بوقت يسأل اسئلة من أنا داعش الثلس ساعة يسأل اسئلة ولا مهندس عدنا بالدائرة يقول لي شنو تأثير الفوسفيت ذراع دجلة على نهر دجلة شنو قلت له من دار اسكيميا يعني ولهذا يعني يبدو ينطوم علومات قبل ما يشوف ها هاي طلعت أنا هذه ساعة وثلث ساعة وثلث هذه يقول لي عشر دقائق راح تجي التركية طلعت بشري لدخن دماغ يلعب يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر